كنت عايز اجيب لكم شوية ردود افعال عن الفيلم من تويتر او من اكسس زي الكام حلقة اللي فاته ولكن دخلت لقيت اجتياح للجان فبصراحة حسيت اني تايه في وسط الموضوع وقررت اني املى المراجعة دي بصوتي زي زمان مش عارف يا جماعة حتى طيب نكتهد شوية نغير الصورة نغير النمط بتاعت اسمية الحسابات يا معاتش في مراعات ضمير حتى في اللاجوانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتو طيبين واهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو فيلم شئو فيلم شئو احداثه بالدور عن صديقين هم اسماعيل وحجازي اصدقاء من زمان وشركاء في الانشطة الاجرامية بيقوموا بعمليات لصالح شخصية مسيطرة اسمها دكتورة درية وبيعملوا مكاسب كويسة والحياة ماشية بشكل طبيعي لغاية لما في واحدة من العمليات بتقع بعض التعقيدات وبتؤدي لعدد من النتائج منها ان التنائي بتاعنا بيصبح مستهدف وملاحق من بعض الشخصيات قوية التأثير منها ان اسماعيل بيقع في حب فاطمة احد ضحايا العملية ومنها انهم بيبقوا امام اختيار اجرامي ما كانوش يحبوا يتورطوا فيه فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم شئو هو فيلم اكشن ودراما كوميدي ميال لاختيار وصف كوميدي مش خفيف لانها من نقاط البيع اللي الفيلم نفسه اعتمد عليها لان الكوميديا كانت من الادوات اللي تم الاعتماد عليها في التريلر بتاعت الفيلم ولانها بالفعل كانت حضرة بشكل محصوص داخل احداث الفيلم وبالتحديد في الفصل الاول والتاني على الجانب الجاد المتعلق بالاكشن والاثارة الامور تعتبر حادة شوية يعني فيه عنف وفيه قتل وفيه علاقات درامية متشابكة بتنتظر لحظة التفجر لذلك الكوميديا اللي تعتبر النقيد تماما كان امامها تحدي كبير هنعزف ضحك على انهي نغمة بالضبط والحقيقة دي من الحاجات اللي عجبتني جدا في فيلم شئو لان الفيلم فيه محاولات كوميديا كتير وحقيقة كانت فعالة وضحكتني وفي نفس الوقت مفصلتنيش المحاولات كلها غير مقحمة وجاية بشكل طبيعي وسقف الهزل فيها مش مرتفعة قوي اغلب الكوميديا نبعة من التضارب الواضح في شخصيات البطلين بتوعنا اسماعيل الذكي الحكيم اللي بيقيس الامور بشكل كويس قبل ما ياخد قرارات وحجازي المندفع سريع الانفعال اللي بيحسم كل القرارات بالقوة في كوميديا كتير كذلك نبعة من العلاقة الغير صحية اللي بتجمع حجازي بالرقاصة فتنة اما الكوميديا الافضل على الاطلاق في تقدير الشخصي فكانت في مشهد بيجمع اسماعيل مع فاطمة شخصيات بسيطة بيتحطوا في مطعم فاخر موقف مكرر شفنا كتير قبل كده وممكن نتوقع الكوميديا اللي حتطلع منه ولكن الصراحة المشهد حقيقي فاجئني بمناسبة التوقع بقى ضروري اوضح ان فيلمنا بحبكته بقصته بشخصياته ما هواش اصلي قوي فيه تأثر واضح بفيلم دا تاون اللي تعرض سنة 2010 وكان من بطولة واخراج بن افلك هو في عنوان فيلم شئو مكتوب ان قصته مستوحى من رواية امير اللصوص اللي مأخوذ عنها فيلم دا تاون بس انا تخميني ان عامل الجذب والتأثر كان الفيلم مش الرواية بقول تأثر واضح وليس تأثر فاضح لان فيه تغيير كويس في طبيعة الشخصيات وعلاقتهم ببعض فيه تطويع للاجواء عشان تناسب البيئة بتاعت فيلم شئو وفيه طريقة اختبار كده انا عديت فيلم شئو عليها ونجح فيها وهي اني على الرغم من اني عارف احداث فيلم دا تاون كويس جدا بس دا ما حرق ليش الفصول الحاسمة في فيلم شئو على جانب الاكشن عاوز اقول ان فيلم شئو كويس جدا مواجهات الفصل الاول والتاني ما كانش فيهم ابداع كبير ولكن ما كانش فيهم اي شيء مزعج يعني طريق التصميم معارك ممكن نكون شفناها كتير قبل كده اطعات كتير للكاميرا مافيش استمرارية واضحة بس مافيش تفاصيل غير مقنعة في مجهود واضح من فريق المخاطرات والحمد لله اننا عزلنا دا كله عن الكوميديا بس مواجهات الفصل الاخير حدوتة تانية في استمرارية واضحة في بعض المشاهد الصعبة واعتقد ان دا نجح فقط لان عمر يوسف نفذ بعضها بنفسه طبعا انا ما عنديش طريقة للتأكد من دا بس اللي شفته يوحي بده بشكل كبير كمان مواجهة العراق الاخير كان فيها شيء يشبه ليبل الوحش في الفيديو جيمز كده والاحداث اللي سبقتها حضرتنا لان اي حاجة ممكن تحصل جواها في نسبة التوتر فيها كانت مرتفعة ونسبة الاثارة كانت مرتفعة ونسبة الاتقان في تنفيذها كانت هيلة على الجانب الدرامي حاسس ان قصتنا كانت متشعبة بشكل مقبول ما حستش تفجوات كبيرة في المنطق وانا بتفرج بل يمكن قدرت الاجتهاد في بيع بعض النقط واقناع المشاهد بيها يمكن اكثرها جودة في تقدير الشخص هي العلاقة ما بين اسماعيل وفاطمة لانها على الغلاف كده تبان هندي شوية بس الفيلم كاسي الشخصيتين بتفاصيل كتير تجعل الاقتراب ما بينهم مش عاوز اقول حتمي ولكن مقبول وتكسيد رباعي البطولة بتاعنا جيد بشكل متفاوت اغرب عملية توظيف كانت صاحبتها امينة خليل في دور فتنة الرقاصة الصراحة خدت وقت طويل عشان اطبع معاها والتطبيع جي على حساب الصداع لانها كانت مزعجة جدا وللامانة الازعاج مش صفة فيها لوحدها هي كل الشخصيات كانت بتزعق زي ما انتم عارفين الحاجات الشعبي بقى وشغل المجرمين والحاجات الجامدة دي قال فيلم مش بريء قوي من النمطيات بتاعت العتاولة وبتاعت ملوك الجدعانة والحاجات دي بس زي ما بقول كده مع مرور الوقت بنطبع معاها وفيه اختيار فني برضو معجبنيش قوي وهو الارتفاع الشديد في صوت الموسيقى المصاحبة للمشاهد اللي هو مش كفاية ان الشخصيات عملت زعها انت كمان يهد علي شوية بقى بس خلونا نرجع دلوقتي الامينة خليل اللي زي ما قلتلكم تعبت شوية عشان اتعود عليها بس بعد ما تعودت عليها قدرت المجهود اللي هي عملا في الدور واعجبت جدا بلحظتها تحت الاضواء قال فيلم فيه اربع لحظات بنحط فيهم الاربع ابطال تحت اضواء المسرح عارفين لحظة المونولوج المنفرد دي عايز اقول ان المونولوج امينة خليل ممكن يكون الافضل ما بين الاربع مونولوج عمرو يوسف كمان ما كانش وحش بس ما كانش اهم لحظاته في الفيلم زي ما قلت اجتهده كان واضح في مشهدين اكشن بالتحديد وتفاصيل علاقته بفاطمة هو باعها بشكل كويس جدا وزي ما قلنا دي ما كانتش شيء سهل فاطمة نفسها اللي قامت بدورها دينا الشربيني وكل عادة كانت كويسة لحظتها تحت الاضواء بس فكرتني بالمسلسل بتاعها من كم سنة اللي كتعملت سرخ وتعاية طوال احداث وداوت ودي كانت ذكرى مش لطيفة بالنسبالي بس كمان مرة الكيميا اللي كانت ما بينهم ما بين عمرو يوسف والمشهد الكوميدي اللي جمعهم يخليني اسامح في اي حاجة اما الاداء الافضل والابرس في الفيلم بكل تأكيد فصاحبه هو محمد ممضوح المقابل بتاع شخصية حجازي على فكرة في فيلم ده تاون اللي جسده كان جيرمي رانر وبرضو كان الاداء الافضل بل هو ترشح لجائزة الاوسكار كافضل ممثل مساند وكتير من الطباع اللي كانت في شخصية حجازي كانت موجودة في نفس الشخصية بس لو حاولنا نقرب الشخصيتين من مملكة الحيوان حنقدر نقول ان طريق تاكسيد جيرمي رانر للشخصية كانت اقرب للضبع المفترس شراسة شديدة واخلاقيات غير موجودة بينما تاكسيد محمد ممضوح كان مليان شراسة برضو بس كان اقرب للضب مش تنمر والله دوني فورس اشرح شخصية حجازي على قد ما المفروض تستفزنا بالاندفاع والعنف بتاعها مطلوب برضو اننا نتعلق بيه نفهم ليه شخصية فوتنا بتحبه نفهم ليه اسماعيل ما يقدرش يستغنى عنه ولما يتعرض للخطر نقلق عليه قولولي انتو بقى فيه كان ممثل في مصر يقدر يبيع ده فيلم شئو يعتبر الى حد كبير مفاجأة بالنسبالي مش لاني كنت متوقع انه هيبقى فيلم وحش ولكن عشان كنت قلقان من مشاكل كتير اغلبها كانت موجودة فعلا في الفيلم ولكنها ما ازعجتنيش قوي مقابل المكافآت اللي حصلت عليها لاني لقيت فيلم ممتع مثير مسلي وفيه بعض الجوانب الفنية المثيرة جدا للاعجاب وكذلك مضحك بدون اسفاف شديد وباكتهاد واضح في خلق بعض المواقف الاصلية مش قادر اقوي قلبي اقوي واقول ان الفيلم مناسب لكل افراد العائلة يعني من ناحية فيه بعض الاشارات الجريئة شوية اللي ممكن ما تكونش مريحة للجميع وفي نفس الوقت فيه بعض المحاولات لاخفاءها وعدم التبجح بيها حاسس اني مش مفيد قوي في الحتة داية بس حاسبها لضمرك وخلاص والناس برضو اللي شافوا الفيلم ممكن يقولوا رأيهم في الكومنس واللي عاوز يتفرج يبقى يقيس الدنيا تقييمي لفيلم شئ وهو 8 من 10 حقيقي الفيلم كويس وعجبني وممكن اراهن على استقبال الناس بشكل ايجابي ليه بدون لا لجان ولا غيره حقيقي حرام عليكم ادوا فرصة للناس تتنفس مناقشة الحلقة يحضركم مين من ممثلين السينما المصرية يستحق التحية لانه كان بيقدم على مشاهد التحديات الجسدية بنفسه وعشان نصعب الموضوع شوية تعالوا نستثني احمد الساقة من الموضوع ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجد لكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك واكس وانستجرام وتيك توك وباي باي